من الأعراض الشائعة في شهر رمضان المعاناة مع صداع الرأس نتيجة عدم تعود المواطنين على الامتناع عن الأكل والشرب لساعات طوال حيث يكون الألم عادة خفيفا إلى متوسط الشدة هذا ما تشهده العيادات والمستشفيات في البلاد ازدياد في أعداد المواطنين الذين يشكون من صداع الرأس وآلامه طبعا الصداع هو أحد المشاكل التي يتعرض لها الصائمون في رمضان إن كان ما بعد الإفطار أو أثناء الصيام الصداع له مشاكل كثيرة أهمها إنه إحنا في شهر رمضان المبارك بتغير عنا النمط الحياة الناس بتصير تنام ساعات أكثر في النهار ساعات أقل في الليل العادات بتتغير عنا الساعة البيولوجية بتتغير هاي من ناحة فيزيولوجية كمان في عنا الصداع أسبابه كثيرة تغيير الأنظمة الغذائية في رمضان عنا الناس بتصوم نهار كامل بعديها بتفوت على وقت الإفطار بتفتر كميات كبيرة في وقت قصير وفقا للدراسات الصادرة عن نظام الرعاية الصحية العالمي أن ما بين 16 إلى 20% من النساء وبين 6 إلى 8% من الرجال يعانون الصداع النصفي بشكل منتظم وتزيد نسبة المصابين بأعراض الصداع بكثرة في شهر رمضان بسبب عدم الوعي بالأطعمة المعروفة بإثارة الصداع النصفي إن لازم يكون توعي يعني ببداية رمضان شرح كيف الأكل الصيام برمضان إحنا بنصوم كسم كبير الناس بتصوم بطريقة غير صحيعة مع أن الرمضان الصيام هو صحة في حبة أن نبه لشغلة ثانية يعني إلا بصيبوا صداع كمان خلال الصيام واجع كثير بيكون قوي وصعب بقدر يأخذ إبرة تفلتارين اللي هي ما بتفطر الإبرة بالعضلة ما بتفطر عادي فش أي مشكلة طبعا الأشياء اللي بتفطر هي لذا عن طريق الشريان أو أدوية دي بلح أو يشرب معها مي أما إبرة بالعضلة طبعا ما بتفطر عشان يكل عنده صداع كوي وبعده ما تأكل مع المضوع بقدر يأخذ إبرة فيش مشكلة كما يحذر الأطباء من تناول الأدوية بشكل مفرط أثناء الشعور بألام الصداع خاصة عندما يلجأ المصاب بالصداع إلى تناول مسكنات الألم بعد الإفطار بحيث يمكن للاستخدام المفرط لهذه المسكنات قد يكون أيضا محفزا ومسبما للصداع شكرا